ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا الفقرة الإخبارية لزي ما نتعودين معكم فيها موضوعات وإيه أخبار كتير حصلت خلال الأمس يمكن أهمها أو أبرزها الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاطلاع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس ده خلال الربع الأول من العام الجاري وكمان إنبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط وكمان تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 تفاصيل وأخبار أكثر خلينا نتباحها في التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إنبارح أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري واللي أظهر ارتفاع أعداد السفن اللي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي مع ارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت حوالي 35% مع تسجيل القناة لأعلى معدل عبور يومي افترخها يوم 13 مارس الماضي بلغ 107 سفينة بحمولة 6.3 مليون طن إن برح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بيأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دومياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكملة في ضؤ ما تمثل محافظة دومياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال وده في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكنها من المنفسة على الصعيدين الإقليمي والدولي إن برح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتداول لحوم محؤونة بهرمونات محزورة دولياً وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن كل اللحوم المتدولة بالأسواق سواء البلد أو المستوردة سليمة وأمنة وخلية من أي هرمونات محزورة دولياً وبتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية للتأكد من سلامتها إن بار احتمل إعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 واللي بتقام برعاية السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية وبينظمها المجلس الأعلى للثقافة والجائزة بتستهدف المبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 لـ 18 سنة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والأداب والفنون والابتكار وضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة